بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته برعاية كريمة وسامية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبعناية سديدة موفقة من معالي الأستاذ الدكتور وسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف يعقد هذا المؤتمر الحافل المؤتمر الخامس والثلاثون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو الأول للواعظات وجاء عنوانه كما ترون حضراتكم دور المرأة في بناء الواعظ لإرساء رسالة مهمة وهي التأكيد على دور المرأة في نهضة المجتمع أيها الحضور الكريم إن قضية بناء الواعي لهي قضية القضايا والواعي والوعي معنى عام شامل يندرج فيه كل ما ينبغي أن يضعه الإنسان العاقل في حسبانه من وعي بحاضره ومستقبله بل وقراءة واستيعاب بما سلف من ماضيه وتاريخه والمرأة تقف في الميدان تحمل عبء هذا البناء تربية وتثقيفا ودعما وتقوية بكل ما حباه الله عز وجل من هبات وإمكانات وصلاحيات والحياة بغير المرأة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ما تبتدرها المرأة فتحيلها واحة خضراء تملأ النفوس بهجة وسعادة وطمأنينة ويأتي هذا المحور دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وبناء وصنع السلام ليؤكد هذا الدور المحوري في بناء الوعي الذي تقوم به المرأة وفي هذه الجلسة العلمية الثامنة عدد من البحوث وعدد من الأوراق ليؤكد لنا أهمية هذا الدور دور التسامح والتعايش وبناء السلام السلام الورقة الأولى لمعالي الوزيرة بن دام باو وزيرة الثقافة السابقة في دولة السنغال الشقيقة الأستاذة الدكتورة إيزيس حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية المجلس القومي للمرأة الأستاذة الدكتورة فاتن عزازي مدير المركز القومي للبحوث والتربية والتنمية ممثلة عن وزارة التربية والتعليم الأستاذة الدكتورة أماني محمود عبدالصمب عضو المكتب الفني لأمين عام مجمع البحوث الإسلامية ولمحدثكم أيضا ورقة في هذه الجلسة أحمد حسين محمد إبراهيم الأستاذ بكلية الدعوة جامعة الأزهر ونبدأ هذه الجلسة بكلمة ومداخلة معالي الوزيرة بندام باو وزيرة الثقافة السابقة بدولة السنغال فالتتفضل مشكورة شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا شكرا للمشاهدة 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 نحن حاولا من نحن من نحن 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 بخير جدا أنه حدث يقدس على سبب أن تحنتم حيث سابقاً جمعاً من نحن بالتحاسي وقتنا نحن من من قبل وقتنا نحن 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 مما تحاولة وحسن في نحن حقيق حسابة تماماً وحبما سابقاً من المتحدث قبل أننا قلنا عن قبل وقتنا نحن 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 من قبل لذلك مهما تعالى بعض البيضات البيضات السبب حاليا ولكن في البيضات نقدر لك في البيضات المختلفة لا توجد الفقام كثيرا يقولوا إنه يأيوه المومنين، يأيوه المومنات، يأيوه الموسلمين، يأيوه الموسلمات. Donc dans ces surats إباداتي qui concernent les croyances profondes et essentiellement les surats qui nous viennent de la Mecque, ce sont des surats où l'homme et la femme ont exactement les mêmes attributs, les mêmes fonctions et les mêmes rôles. Maintenant quand il s'agit des surats, c'est là où nous devons utiliser l'ishtiha pour l'interprétation et la compréhension de ces surats. وأنا كما لدينا بالترابع الآخر من مجددا بشكل نطرق أخذ في هذا المدرات ليت اكمل من المشكلة مع بعض المملكة العامة وهي عادة من مقارب في عرب المراض الأ الحقيقة وهذا من مشكلة أيضًا ليشكلتنا وهي أخذ بإمجدنا أيضًا لأننا من البداية ومن قد أنه كان منها في موقع الاجتماعيه أنه كان في مدارة فتح مدارة عن المسبقات الإسلامية ألوما ما ستحدث؟ أهل من هنا؟ ومن هناك من هذا الاجتماعي يجب أن يوجد من أجلها بأنه كان يجب أن يجب أن تجد وغيرت يجب أن يجب أن تجد من كل أجل في المجرنة في المجرنة التي تتبع منها سترطة لكن يشترك أمام العزارة ولكن يشترك بشيء دول دولة سيدي دولة سيدي دولة سيدي دولة سيدي نحن مرسل بشيء دولة سيدي من الأفرق العزارة المتابعة من دولة السوفي من العظام العزارة حقا من أردنا إلى آخر جاء العزارة ومع هذه المقلات التي تجعلها في الدولة الوائسة تجعلها في الوائسة ايضاً اتراضي برغم القراء في الانسان نحن نحن نبحث ويجب أن نحدث اشترك أن نبحث عنه أننا بخير محمد صلى الله عليه وسلم كانت نجد رفضاء إنهم أن هنسك أنه مرحباً ومتعدت أقل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يمكن أن تعمل للعمل للمنزل جديد على المنزل جديد من المنزل جديد من المنزل جد لأننا نهرته من الفرس Donc c'est une donne essentielle. Mais dès que la découverte de toutes les femmes qui ont joué un rôle dans l'islam des origines, depuis Khadija, en passant par Aïcha, qui est quand même une figure intellectuelle importante de l'islam, en pensant par Aïcha Zainab, qui avait gardé l'unique exemplaire du Coran, etc. Donc nous découvrons petit à petit les grandes figures islamiques, féminines, qui avaient tendance à être reléguées ou oubliées au second plan, avec d'autres aussi au cours de l'histoire des grands états musulmans. Donc ce travail a été très utile pour la femme de la Homma. Et à partir de cet instant, nous nous sommes posés un certain nombre de questions, et alors ce sont des débats que nous avons en tant que femmes, des débats qui continuent sur la polygamie, l'héritage, ces questions liées. On l'a vu depuis hier, on a parlé par exemple, la première dame, l'ancienne première dame d'Indonésie, est revenue sur le problème justement de, comment on appelle ça, de l'excision, le mariage précoce. Ça ce sont des données qu'on avait tendance à justifier par l'islam, mais on se rend compte au fur et à mesure qu'on avance, qu'on utilise l'islam et que parfois ça n'a rien à voir avec les textes religieux. Parce que que ce soit le Coran, les hadiths, et l'interprétation, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses, les interprétations des éléments, des savants musulmans, les quatre écoles juridiques. Donc tout cela, nous devons en prendre compte pour bien comprendre et déconstruire un travail qui a été fait et qui peut-être n'a rien à voir avec l'islam, avec les textes religieux en tant que tels. Ça c'est la première, c'est ce que je voulais évoquer, en évoquant le rôle de l'Egypte, qui à mon avis est un pays central dans la réflexion intellectuelle du monde musulman. Alors, qu'avons-nous tiré de cette conférence ? Et ça, ça me paraît essentiel. Vous savez, nous sommes dans un monde avec une crise civilisationnelle extrêmement difficile. Et la confrontation avec les civilisations remet en cause de plus en plus ce qu'on peut considérer comme universel. Qu'est-ce qui est universel ? Qu'est-ce qui est relatif ? Et on voit que dans certaines civilisations, il y a des mutations et des changements importants, peut-être, qui ne donnent pas satisfaction aux autres civilisations. Et la femme a été utilisée, depuis 1979, je peux dire la révolution iranienne, comme un élément de lutte entre les civilisations, la civilisation musulmane et la civilisation occidentale. La femme est tenue en ténail, la femme musulmane, et comment sortir justement de tout cela pour arriver à construire notre propre modernité. Donc, la question de la crise civilisationnelle est une réalité. Alors, qu'allons-nous faire à partir de ce moment ? On se rend compte qu'on peut construire et bâtir la modernité des femmes uniquement en s'appuyant sur notre lègue et notre héritage historique avec la religion musulmane. On a entendu beaucoup de visions, une vision très progressiste depuis hier, que ce soit au niveau des éléments, des femmes qui ont pris la parole ici. Et quelque chose qui m'a fondamentalement touchée, c'est justement le rôle de ces femmes prédicatrices, aujourd'hui, mises au devant de la scène pour porter justement cette dynamique de modernité. Et ça, je crois que pour ça, l'Egypte est un véritable, est un exemple réel pour le reste du monde. Et nous considérons cette conférence comme une sorte, si vous voulez, d'espoir pour le monde musulman. Parce qu'il y a toute une réflexion. Et de mon point de vue, sur deux éléments, autour de deux éléments. D'abord, les femmes, je vais bientôt terminer. Je vais finir. Je vais finir. Le temps. Le temps. Ok. Les deux choses au niveau, d'abord, les femmes qui vont jouer un rôle, et nous sommes dans un monde, je dis que le prophète a triomphé à partir de ce moment, parce que les femmes, aujourd'hui, excellent dans tous les domaines, sont au devant de la scène, que ce soit économique, sociale, culturelle, etc. Et le savoir n'est plus, on n'exclut plus les femmes du savoir, elles sont au cœur, aujourd'hui, du savoir. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir. Et je dirais que cette conférence, aussi, donne de l'espoir à des femmes en dehors de l'Egypte, des femmes de la Houma islamique. Et je crois qu'il y a des femmes qui, aujourd'hui, sont confrontées à des difficultés. Je pense à la femme palestinienne, on en a parlé, la femme afghane qui est un peu exclue de l'éducation, la femme soudanaise confrontée à la guerre. Et cette conférence peut constituer un espoir pour toutes ces femmes et leur permettre de se dire, au fond, c'est à nous de construire l'avenir de nos sociétés, mais aussi l'avenir de l'humanité tout entière. Les femmes, elles sont porteuses de paix. Elles sont porteuses parce qu'elles sont inscrites au cœur des familles, elles sont inscrites au cœur des sociétés. Et le renouveau, que ce soit intellectuel, mais aussi d'autres renouveaux, à travers l'autosuffisance alimentaire et le changement climatique, ces renouveaux ne se feront pas sans les femmes. Je remercie l'Egypte parce qu'à partir de là aussi, vient un espoir et nous pensons que les femmes musulmanes vont construire ensemble un avenir de paix, un avenir plus stable. Encore une fois, merci beaucoup. 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 على القيادة هي فتحت لنفسها كل المجالات المشاركة لتكون مفاعلة حقيقية في تثبيت قيم التسامح والأمان والأمن والسلام في هذه المجتمعات اللي بعد ما سمي بالربيع العربي حصل نوع من الخلخلة ونوع من نزاع طائفي أو نوعي أو سياسي أو غيره الوحيدة اللي استطاعت النهاية تجعل من قيم السلام والتسامح ثابتة على الأرض وجمعت كل الأطراف ونموذج المهم لأمامنا هو المرأة المصرية في ثورة 25 يناير و30 يونير لبعده قيمة الأمن والسلام لن تتحقق دون وجود استراتيجية وطنية لتمكين المرأة متى تمكن المرأة؟ تمكن المرأة في وجود خطط تمكين اقتصادي خطط لتمكنها سياسياً خطط وبرامج لتمكنها اجتماعياً وفرض الدولة حماية لها في كل المجالات اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية اللي من الحلول من 2020 ل2030 هتصبح المرأة المصرية فاعلة ورئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفى لها الدستور على شمال الشاشة حضراتكم شمال الشاشة هتلاقوا المجالات التي تقدمت فيها المرأة المصرية سواء مكانها في قوة العمل مكانها في التمكين الاقتصادي مكانها في التعليم العنف ضد المرأة جميع المجالات تقدمت خلال العشر سنوات بفضل القيادة السياسية التي تدعم قضايا المرأة وخطة محكمة بتتولاها الدولة وتتعاون فيها كل مؤسسات الدولة وتوفير كل الأمكانيات لتمكين ودعم المرأة المصرية وبالتالي المرأة المصرية تكون قادرة على أن تتبنى خطط الأمن والسلام وتثبته على الأرض لبعد في الأجندة الدولية للأمن والسلام نجد أن الدولة المصرية هي بتتحدث هذه الأجندة على مشاركة المرأة في عمليات صنع الأمن والسلام على مستوى العالم ولكن هو مؤشر لها مؤشر نشر ومعهد جورج تاون للأمن والسلام والمرأة والأمن والسلام الأشار إلى أن الدولة المصرية ارتفعت فيما يتعلق بالمؤشر الجنساني اللي بيقيس الرفاهية الشاملة للمرأة من المكان من 138 إلى 110 ما بين كل الدول 138 كان عام 2016 وفي 2023 ارتفع المرتبة مصر في هذا المؤشر إلى 110 هذا المؤشر مرة أخرى هو بيقيس الرفاهية الشاملة لتحققها الدولة للمرأة إلى جانب دورها في تحقيق السلام وتعزيز الأمن دي الخطة الوطنية اللي تبنتها الدولة المصرية اللي عمل هذه الخطة هو المجلس القومي للمرأة ووزارة الخارجية وأيضا مع معهد تسوية النزاعات بالقاهرة قامت على فكرة أن مصر قائدة في هذا المكان وتقدر تقوم بقيادة الدول ونشر قيم السلام على مستوى العالم وتقدر أيضا تساهم في حفظ السلام وحماية المرأة في النزاعات المسلحة خارج مصر وداخل مصر عايزة أشير أيضا في الصفحة اللي قبل كده فكرة مشاركة الدولة المصرية في قوات حفظ السلام اللي بتشارك في هذه القوات من عام 1960 ومن 2016 بدأت المرأة المصرية تشارك في عمليات السلام قوات حفظ السلام على مستوى العالم وشاركت في أكتر من دولة وآخر حاجة أيضا كانت فيها كانت النزاع اللي حصل في دولة مالي اللي دخلت فيها قوات من الجيش وقوات من الشرطة قوات من الشرطة كانت قوة مفارقعات اللي بتقوم بها السيدات وأشار لها المجتمع كله بما قامت بهم لحل حالة الأمور في مالي وتقريب وجهات النظر بين المتنزعين وتثبيت وجود المرأة في عمليات صنع السلام في مدينة مالي لبعده خلاص أنا أقود الخطة المصرية قامت بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وعمل بناء قدرات لقادة محليين لنشر الوعي الاجتماعي والقادة دينيين أيضا وتعزيز معرفهم بالأجندة الدولية للأمن والسلام وتركيزا على دور المرأة طبعا قام بتوعيد سيدات دي رسائل الموجودة قدامكم اللي كنا دايما بننشرها على الأرض قيمة على فكرة توعيد السيدات بالمفاهيم الأساسية للأمن والسلام المردود الإيجابي لنشر ثقافة السلام والتعريف بالدور الهام لمصر بتقوم فيه ببعد الدولي للأجندة الدولية أنا عايش أنا بضطر بجري بسرعة بس عشان الوقت تتفضل مصر أرض المحبة والسلام ده جزء أيضا من الفعاليات اللي قامت بها مصر اللي تعزيز قيم المحبة والسلام بين المواطنين من خلال الفعاليات الفنية والفنون والرسوم وغيره على الأرض كنا بننفذ فيه على الأرض بالتعاون طبعا مع وزارة الثقافة كنا بننفذ على الأرض فعاليات فنية لنشرح للمجتمع إيه هي قيم السلام وإزاي نقدر ننشر المحبة بيننا وبين بعض مبادرة سفيرات المحبة والسلام أفتكر كانت دكتورة مواية تكلمت عنها ودكتورة وفاءة تكلموا عنها بس خلوني أنا أتكلم عنها في أقل هستسمح رئيس الجلسة في دقيقتين وإن كان أنا محتاجة عامين عشان أتكلم على هذه المبادرة وأنا بشرف النهاردة وأنا في مؤتمر لوزارة الأوقاف اللي الدعم الكبير اللي حصل عليه المجلس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف لتشكيل أول مجموعة من الواعزات والراهبات ومكرسات الكنايس والخادمات من ثلاثة كنايس مصرية سماهم سيادة الرئيس سفيرات المحبة والسلام سفيرات المحبة والسلام يعني عدد منهم موجود النهاردة وحتى بحييهم تحية كبيرة جدا جدا على الجهود المهمة اللي قاموا بيها على الأرض وخليني أقول الفكرة بسرعة شديدة أنه سفيرات المحبة والسلام اللي 2017 اجتمعت إرادة المجلس القوامي المرأة وزارة الأوقاف والأزهر الشريف أن يكون عندنا مجموعة من الواعزات والراهبات ومكرسات الكنايس والخادمات يقدروا ينزلوا على الأرض ينشروا قيم المحبة والسلام ربما الناس تسأل تقولك ليه الواعزات والراهبات بالذات أنتو بتصبغوا الموضوع سبغة دينية الحقيقة احنا بهذا المفهوم وبهذه المجموعة العظيمة نحن ننشر قيم السلام والمحبة بدون أن نتحدث عن قيم السلام والمحبة يعني يجب بس الإشارة أن وجود الواعزات والراهبات مع بعض ومما بينزلوا على الأرض وبيعدوا على البيوت بيخطوا بيخبطوا على البيوت وبيقعودوا مع المواطنين هما مش بيكلموهم في الدين لكن بيكلموهم في كل الأمور الحياتية اللي بتعاني منها المرأة المصرية أو بيعاني منها المجتمع المصري زي مسندة الدولة وزي الأضايا العنف ضد المرأة وزي القضايا الخاصة بالأمن والسلام كل هذه القضايا اللي بنتبناها على الأرض من خلال نموذج الواعزة والراهبة وهم بزيهم الوعزي وزيهم الكنسي بتحركوا بين المواطنين بينشروا قيم المحبة والسلام بمجرد وجودهم انتشر المحبة والسلام تحية كبيرة جدا جدا ليهم عايزة اقول انه على مدر الفترة اللي هي من 2017 لغاية النهار ده احنا يعني عندنا تقريبا 700 وعزة ومكرسة وراهبة وعندنا عدد آخر يعني منتظر ان شاء الله نوصل في نهاية هذا العن ونوصل ل1200 وعزة ومكرسة وانا سعيدة جدا انه كمان وزارة الأوقاف اصبحت اكتر انفتاحا على عدد الوعزات اللي كان بدأنا بعدد صغير جدا كان 240 دكتورة وفاية ودكتور جابر 240 وعزة النهاردة عارفة انه العدد 2480 العدد من النهاردة 144 144 144 النهاردة احنا كام يا دكتور ما شاء الله عدد كبير 700 ما شاء الله 700 ان شاء الله نوصل لأكتر كده في هذه المبادرة المهمة اللي يعني حفرت في نفوس المصريين قيمة المحبة والسلام نفضل نتكلم عن المحبة والسلام كلام نظري كتير لكن هذه الصورة اللي صدرها المجلس القومي المرأة وزارة الأوقاف والأظهر الشريف للمجتمع المصري هي صورة ذات قيمة تعزز قيام السلام والمحبة في المجتمع المصري وأسف على الإطالة شكرا لفعل شكرا يعني الصور اللي حضراتكم شايفينها دي الصور الوعزات والرهيبات دول اللي هم بيتحركوا في المجتمع المصري وهم بيعدوا على البيوت وبيعودوا مع الناس ويكلوا ويزوروا المستشفيات ويزوروا كل الناس يتكلموا معاهم على قيمة المحبة والسلام شكرا شكرا معالي الدكتورة إيزيس محمود حافظ رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة وفي الحقيقة ونحن نتحدث عن تمكين المرأة يتلاشى الوقت تماما ولا نستطيع أن نتحكم فيه لأننا نفعل بصورة عملية التمكين فتوقف الوقت مع حضرتك يا معالي الدكتورة لنسمع هذا الجهد الغير مسبوق للمجلس القومي للمرأة والدولة المصرية يعني إطلالة سريعة أو ملخص سريع لنقاط مهمة أشارت إليها معالي الدكتورة إيزيس تحدثت عن وزارة الأوقاف وعن أفكارها الرائدة بأن تعقد هذا المؤتمر الأول للمرأة وثمنت هذا يعني العمل الغير مسبوق تحدثت عن أهمية الحديث عن التسامح وتعزيز قيم التعايش السلمي تحدثت عن المفاهيم الأساسية في عملية بناء السلام مفهوم الأمن والسلام ثقافة السلام بناء وحفظ السلام أيضا ما قامت به الجهات أو الهيئات الأممية من مجابهة الممارسات العنيفة ضد المرأة وكانت الدولة المصرية يعني تتبنى هذه المبادرات وتقف تماما ضد أي تمييز ضد المرأة تأثير بعض التطورات التاريخية السلبي على دور المرأة التي عاد إليها هذا الدور في خطة الدولة المصرية في الدولة الجمهورية الجديدة وخطتها عشرين تلاتين تمكين المرأة المصرية في كافة المجالات التمكين الاقتصادي التمكين السياسي التمكين الاجتماعي حماية المرأة تحدثت أيضا عن الخطة الوطنية للمرأة في الأمن والسلم والسلم خطة المصرية للمرأة في الأمن والسلم وأرسلت رسائل سريعة المرأة المصرية صانعة السلام مصر أرض المحبة والسلام مصر تدشن سفيرات المحبة والسلام التعليق على مثل هذه الكلمة وعلى هذا البحث مما يطول ويصبح حديثا جديدا آخر شكرا لك معالي الدكتورة فقد يعني أفتنا بهذا البحث الجميل الرائع وننتقل الآن إلى معالي الأستاذ الدكتورة فاتن محمد عزازي أستاذ أصول التربية والتخطيط التربوي ومدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية وورقتها جاءت بعنوان دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وبناء السلام فلتتفضل مشكورة السلام عليكم جميعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بداية أتوجه بالشكر للكيادة السياسية على رعاية هذا المؤتمر ثم أتوجه بالشكر لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري على عقده لمثل هذا المؤتمر الهام والرائع وأتوجه بالشكر أيضا لمعالي الأستاذ سيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على ترشيح ليبي الحضور في هذا المؤتمر وأشكر المنصة الكريمة معالي الوزيرة دكتور أحمد دكتور أزيز دكتور أماني على تشرفي بالجلوس معهم كما أتوجه بكل الشكر للهيئة المنظمة لهذا المؤتمر لما بزلته من جهد كبير لإخراجه بهذه الصورة المشرفة وخلص شكري وتقديري لأستاذ الحضور الذين هم أعلى مني قيمة وقدرا وقامة وأتشرف بالجلوس أمامهم أبدأ حديثي عن مفهوم السلام طبعا الورقة التي أقدمها بها كثيرا من التقارب بين الورقة السابقة لذلك سوف أتجاوز المتشابه كي لا يشعر المتحدث بالملل أبدأ بتعريف السلام يمكن تعريف السلام بشكل مختصر هو اللاعنف على كل المستويات اللاعنف مع القلب فلا يحقد ولا يحسد ويبرأ من كل أمراض القلوب اللاعنف مع النفس فلا تؤذي نفسها بكل الممارسات بشتى أنواعها اللاعنف مع الآخر فلا يكيد له ولا يحسده ولا يؤذي ويتحاور معه ويكون واسع الصدر اللاعنف مع البيئة فلا نقطع شجرة ولا نلوس البيئة ولا الماء ولا كل النعمة التي أنعم الله علينا بها اللاعنف مع الجماعات فلا يكون هناك تمييز لأحد لزين عن آخر أو لجماعة عن أخرى أو لجنس عن آخر أو لبلد عن أخرى اللاعنف على المستوى الدولي السلام باختصار هو اللاعنف على شتى المستويات وبالتالي من هذا المفهوم ننطلق إلى مصادر السلام الذي تنبع من داخل الإنسان فالإنسان هو الذي يشعه سلاما أو يشعه عنفا لذلك فإن كل الدول اهتمت بمفهوم السلام بكل مستويات لذلك نجد العقد الاجتماعي الدولي لثقافة السلام نجد مؤتمرات حقوق الإنسان من هنا نشع الاهتمام بالسلام ومن هنا يأتي دور المرأة في التربية من أجل السلام ما دور المرأة في عملية التربية من أجل السلام أول أدوار المرأة هي أن تكون قدوة أن تكون قدوة في كل أدوارها سواء المرأة كابنة وتكون بارة والديها أو كأم أو كزوجة أو كمعلمة ومربية في كل أدوارها أن تكون المرأة قدوة في سلوكها ويأتي بعد ذلك دور الأم والمربية الأكبر فيجب على المرأة أن تكون غارسة لمفاهيم السلام والعدل والمساواة بين أبنائها فمن شاب على شيء شاب عليه من هنا تأتي الأهمية القصوى لدور المرأة في تربية مفاهيم السلام لدى أبنائها ثم يأتي بعد ذلك دور المرأة المصرية على وجه الخصوص فالمرأة المصرية قامت بأدوار عدة على كل المستوات سواء على المستوى السياسي فنجد دورها في الصورات كانت مشاركة إيجابية في ذلك ونجد دورها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فأنشأت العديد من الجمعيات الأهلية التي ساعدت أخواتها في التمكين الاجتماعي والاقتصادي وقبل أن أختم يتبادر إلى ذهني دور الملكة ملكة سبق عندما سألت قومها عن الرسالة التي أرسلها إليها سيدنا سليمان فأشاروا عليها بالحرب فأشارت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة قومها أزلة وأيّد القرآن قولها أو أيّد الله سبحانه وتعالى قولها بقوله وكذلك يفعلون فلقد قدمت السلام على الحرب فالمرأة دائما من دعاة السلام لن أطيل عليكم شكرا جزيلا شكرا معالي الدكتورة يعني أول إشادة بكلمة حضرتك والاختصار والالتزام بالوقت بالحد الأدنى بل أقل منه شكرا معالي الدكتورة دكتورة فاتن طوفت في موضوعات ويعني محاور مهمة تحدّثت حديث رقيق جدا ورائع جدا عن معنى السلم وأنه معنى شامل للحياة والأحياء من إنسان وحيوان ونبات وهو يعني التعايش والقبول لكل عناصر الحياة تحدّثت عن مصادر السلام وقالت إن المصدر الأول للسلام هو الإنسان فالسلام ينبع من الإنسان والمرأة هي صانعة السلام فهي التي تربي وهي التي تنشئ وهي التي تدعم بعد ذلك ثم تحدّثت عن دور المرأة المصرية حيث قامت بأدوار عدة في مختلف المجالات شكرا معالي الدكتورة وننتقل الآن إلى البحث قبل الأخير للأستاذ الدكتورة أماني محمود عبدالصمد إبراهيم عضو المكتب الفني لأمين عام مجمع البحوث الإسلامية وهي باحثة في الشؤون الأصولية والقانونية وورقتها جاءت بعنوان دور المرأة المصرية في تعزيز قيم التسامح وبناء السلام فلتتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أصحاب المنصة الكرام الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد خلق الله سبحانه وتعالى الكون واستخلف فيه الإنسان قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وخص الإنسان بإعمار الكون في قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها ووفقا لكل التشريعات السماوية فالمجتمع الإنساني كيان يشكل أسرة كبيرة واحدة ونحن مؤتمنون على هذا الكون ومطالبون بتعزيز قيم التسامح بيننا وبناء السلام في العالم كله والمرأة تعد جزءا لا ينفصل من هذا الكيان بل هي أهم مكون للمجتمع فلابد أن يكون لها دور في تعزيز قيم التسامح وبناء السلام ويهدف البحث إلى بيان دور المرأة المصرية في تعزيز قيم التسامح وبناء السلام عبر التاريخ ودور الدولة المصرية في دعم وتمكن المرأة في أداء دورها الحضاري واقتضت طبيعة الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة وثلاثة مباحثة وخاتمة جاء المبحث الأول جاء المبحث الأول عن المرأة وبناء السلام في الشرائع السماوية فتناولت مكانة المرأة وعلاقتها ببناء السلام في الشريعة اليهودية والشريعة المسيحية وفي الشريعة الإسلامية المبحث الثاني دور المرأة المصرية عبر التاريخ وتناولت مكانة المرأة في الدولة المصرية القديمة مرواً بدخول الإسلام حتى وقتنا الحاني المبحث الثالث دعم الدولة المصرية للمرأة وتعزيز دورها الحضاري وطبعا الأساتيزة الدكاترة للفضلاء قاموا ببيان أكثر مما أنا بيانته في هذا المبحث ثم بعد ذلك الخاتمة أهم النتائج وفقا لكل التشريعات السماوية فالمرأة تعد أهم مكون في المجتمع الإنساني ومن أهم دعاء بناء السلام في الإنسانية وهي مطالبة بنشر المحبة والتسامح وإعداد جيل تسلم به الإنسانية جمعا حظيت المرأة المصرية بمكان رفيع في المجتمع المصري القديم لم تضاهها مكانة أي امرأة في التشريعات القديمة وكان لذلك عظيم الأثر في نشر الأمن وبناء السلام زاد الإسلام بعد دخوله مصر من مشاركة المرأة وضمن لها المساواة مع الرجل في أصل الخلقة وفي أمور الحياة فكان لها دور فعال في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع السلام إن تعزيز قيم التسامح وبناء السلام له ركائز تبرز دور المرأة في تحقيقه تبرز دور المرأة في تحقيقه ومدى نجاحها في ذلك ومن تلك ركائز صنع القرار صنع القرار وقف الصراعات وإحلال السلام ومكافحة الإرهاب وعت الدولة المصرية في عصر أهمية دور المرأة في تعزيز قيم التسامح وبناء السلام وتبنت استراتيجية لدعم وتمكين المرأة في تعزيز دورها الحضري الذي تقوم به في الأسرة والمجتمع والعالم أجمع حققت الدولة المصرية العديد من النجاحات في مجال تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في الأعوام القليلة الماضية ساهم الأزهر الشريف الدولة المصرية باعتباره مؤسسة مصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 20-30 لتمكين المرأة وكان من أهم التوصيات التي وصلت إليها في التي ذكرتها في بحثي أن تولي المؤسسات المعنية المرأة المصرية تمزيدا من العناية لضبط توجهاتها الفكرية ومنع سياقها خلف الأفكار المضللة أن يزيد الاهتمام بدور المرأة الداعية والواعظة في الأزهر الشريفة ووزارة الأوقاف المصرية لدعم ما يقوم به من جهود دعوية وتوعوية في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب العمل على إعطاء المرأة المصرية مزيد دعم وتوعية وثقافة لتهيئة قيادة واعدة وصانعة قرار وصاحبة تأثير في وقف الصراعات ومكافحة الإرهاب ليس في الداخل فقط بل في العالم أجمع لذلك أوصي بإقامة منتدى للمرأة بعنوان منتدى المرأة الدولي لحوار الحضارات وقمت بذكر رؤية المنتدى ورسالته وحدوده وأهدافه في البحث مفصلا فرؤية المنتدى هي الريادة العالمية للمرأة المسلمة في لقاء الحضارات وتبادل الثقافات وتكوين الأفكار لخدمة الإنسانية ورسالة المنتدى دعم المرأة في كل ربوع العالم للتعاون والتبادل الثقافي بين الحضارات أيا كان الدين وأيا كان الجنس وترسيخ أسس التعايش السلمي وحل كل ما يواجه المرأة من مشكلات تعوق مسيرتها وحدود المنتدى يشمل في تنظيمه كل دول العالم تحت إشراف لجنة تنظيمية من رئاسة مجلس ويقدم المنتدى رؤيته ويحقق أهدافه من خلال إقامة سلسلة من المنتديات تشمل ندوات تثقيفية حول موضوع معين يتعلق بقضية من قضايا العصر ودور المرأة في حلها والجهود التي بوزلت لمعالجتها المشاركة الفعالة بين النساء العالم من خلال ورش العمل وقوافل المنتدى إقامة معرض دولي يهتم بالقضايا المعاصرة التي تواجهها المرأة في عصرنا وتعوق تمكينها قضايا المرأة المعاصرة علاج ووقايا وفي الختام وبعبير من الورود أتقدم بالشكر وعظيم الامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية وإلى معاني وزير الأوقات وإلى الأمين العام لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العلمون وشكرا لكم جميعا شكرا جزيلا لمعالي الدكتورة أماني محمود عبدالصمد إبراهيم والتي طوفت بنا في بحث علمي دقيق حول موضوعات في الحقيقة في غاية الأهمية المرأة تعد أهم مكونات المجتمع بل المجتمع إنما يقوم عليها بدءا وانتهاءا ودورها في تعزيز قيم التسامح والسلام حصوصا دور المرأة المصرية في تعزيز قيم الأمن والطمأنينة والتسامح والسلام دور المرأة في بناء السلام في الشرائع السماوية طوفت في هذا المحور وجعلته أحد مباحث ورقتها الأساسية ثم دور المرأة المصرية تخصيصا في بناء وصنع السلام ثم تحدثت عن أن الإسلام زاد من مشاركة المرأة في تعزيز دورها في القيام بهذا الدور تعزيز قيم الأمن والتسامح والسلام ركزت على عناية الدولة المصرية بهذا الجانب المرأة ودورها المهم خلصت في بحسها إلى نتائج في الحقيقة جيدة عرضت على حضراتكم وتوصيات مهمة حريم بنا تفعيلها والعمل على تنفيذها ثم اقترحت معالي الدكتورة اقتراحا يعني في غاية الروعة أن يعقد منتدا للمرأة وعنونته بمنتدى المرأة الدولي لحوار الحضارات وضمنت ورقتها رؤية المنتدى ورسالته ومحاوره شكرا لك معالي الدكتورة على هذه الورقة الجيدة السمينة الرائعة جزاكم الله جميعا خير الجزاء وتبقى ورقة محدثكم واقتدت طبيعة التقديم أن أتأخر إلى هذه الدرجة ولن أطيل على حضراتكم دقائق معدوذة سألتزم بها لنختم بعد ذلك هذه الجلسة الأخيرة دور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وبناء السلام محدثكم أحمد حسين محمد إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم أقول ما أشد الحياة وما أكثر لأواءها إنها لا تحتاج إلى نفس قوية وعزيمة فتية تتغلب على صعابها وتشق عبابا مشقاتها والإنسان بمفرده لا يمكنه ذلك حتى يكون معه رفيق يشد أزره وينفس في روعه نسمات العزيمة وأنفاس المصابرة والإصرار والمرأة في حياة الرجل هي ذلك الرفيق الذي يكتمل بها ويكمل معها يسكن إليها ويأنس بجوارها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها إن للمرأة حظا من رقة الحس وعمق التخيل وسماحة النفس وبذل المودة والحب فوق ما للرجل إنها فطرة طيبة وسريرة نقية ونفس صافية وقلب ملءه الحب والحنان تلك طبيعة المرأة وذلك خلقها الذي يبدو جليا في خلقها وسائر حياتها فالحياة إنما تصنعها المرأة فلا حياة بدونها فهي نصف هذا المجتمع وهي التي تلد نصفه الآخر فهي المجتمع كله فبدايته منها واستمراره بها وفناؤه ونهايته عند فقدها وحديث القرآن الكريم والسنة المطهرة واضح في تأسيس هذا المعنى وتأكيده وحسبنا إشارات كثيرة في كتاب الله عز وجل منها قوله في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات ويعدد ربنا أوصافا عشرة يجمع فيها النساء إلى جانب الرجال فالنساء شقائق الرجال لا يذكرون إلا حيث يذكر ولا يعلق عليهم أمل أو يطلب منهم عمل إلا حيث يعلق عليهم ويطلب منهم فهنك الرجال سواء بسواء في المسؤولية والجزاء يقول ربنا عز من قائل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فأمجاد أمة من الأمم إنما هي صنيعة أبنائها رجالا ونساء ذكورا وإناثا بل وبقدر وعي المرأة في المجتمع وثقافتها وحسن تربيتها وإعدادها يكون وضع مجتمعها ومكانة أمتها وحظها من التقدم والرقي وفي ميدان أمن المجتمع وسلامه وسلامته كمثال واضح على أهمية دور المرأة في صناعة الأمن ونشر الطمأنينة بين جنباته نجد هذا الدور واضحا من جوانب متعددة أشير إليها في نقاط سريعة طبيعة المرأة نفسها وما تمنحه من حب وحنان وما تشيعه من رقة وجمال ثانيا تأثيرها الواضح والإيجابي في حياة الرجل توجيها إلى التماس أسباب الأمن والطمأنينة والبحث عن ضروب السلام والمصالحة إن كلماتها في الظروف العصيبة لتنزل بردا وسلاما على سمع من حولها فيتغير الموقف ويتبدل الحال وأذكر هنا المثال الواضح لأمنا أم المؤمنين السيدة أم سلمة في يوم الحديبية إذ همست في أذن نبينا صلى الله عليه وسلم يوم أن طلب من الناس أن يتحللوا من إحرامهم بعمرتهم فلم يسمع الناس لهول وشدة ما كانوا فيه فهمست في أذنه صلى الله عليه وسلم رقة وطمأنينة وطلبت إليه صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالتحلل ليتخلقوا وليتمثلوا به صلى الله عليه وسلم إن استشارة أم المؤمنين في هذا الموقف عصمت الأمة والمجتمع من غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما سطره التاريخ عن كثير من النساء التي كان لهن دور لا ينسى في إقرار الأمن وشيوع السلم وأشير هنا إلى المثال الذي ذكرته معالي الدكتورة قبل قليل عن ملكة سبأ التي أشار عليها قومها بأنهم ألو قوة وبأس شديد فأشارت إليهم بغير ما أشاروا به قائلة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون إني مرسلة إليهم بهدية انظر إلى هذا الانتقال من المواجهة العسكرية التي فيها السيف إلى الهدية التي تصنع المحبة في القلوب إنها المرأة وإنه قلب المرأة الذي يغير الأحوال ويبدل الأوضاع وجود المرأة يشكل نقطة الانطلاق مما لا يخفى في حياتنا في حياة الرجل الذي يسعى بعد رشده وبلوغه في تكوين نفسه وتهيئة مستقبله وإعداد ما ينبغي إعداده ما ينبغي إعداده من تعلمه وتوظفه ليبني مع زوجة يختارها حياته ويؤسس بيته ويعد أسرته وإن الشباب في واقعنا المعاصر كم يجهدون وكم يتعبون ويسعون ويثابرون ويسافرون ويتغربون بحثا عما يمكنهم من تحقيق أملهم في بيت وأسرة وزوجة وأولاد إنها دخول المرأة في حياة الرجل إن الشاب من هؤلاء ربما لا تجده محافظا على وقت أو مال أو تصرف أو سلوك وإذا به بعد أن يرتبط بزوجه وأسرة تراه وقد تغير حاله وانضبط سلوكه واستقام أمره ورشد تفكيره إنها المرأة في حياة الرجل تحيل شعثها إلى ترتيب وجفافها إلى ينبوع صاف صاف رقراق يملأ عليه حياته إن هو أحسن الاختيار يملأ عليه حياته سعادة وسرورا وفرحا وحبورا فأي سلام تصنعه المرأة أكثر من سلام بيت وأسرة تملأه سكينة وطمأنينة لذا نجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يلفت نظر أمته إلى عظم حق المرأة الأم فيعطيها ثلاثة أضعاف الرجل الأب حيث جعلها أحق الناس بحسن المصاحبة في الحديث المعروف المشهور الذي تحفظونه جميعا ويبدو دور المرأة واضحا جليا فيما اعتادته القبائل العربية قديما وحديثا من الإصهار إلى الأسر والبيوت التي تخشى ثائرتها ولا تؤمن غوائل غداراتها أو يطمع في نيل جانب من شدتها وبأسها بل إن الإصهار بين بعض القبائل لا يقضي على كثير من ثارات العداء التي تتردد بين شبابها أو تشيع بين فتيانها والتي تتلاشى أو تقل إذا تزوج فتى من هذه القبيلة بنتا من تلك القبيلة فيعود دخان الضغائن والأحقاد مزنا يحمل ماء الود والاحترام المرأة هي صانعة السلام وهي صانعة الأمن والطمأنينة أكتفي بهذا الجزء من هذه الورقة وأسأل الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه الجلسة نسأله أمنا وسلاما وطمأنينة لأوطاننا شكرا جزيلا لهذا المؤتمر رعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإعدادا وتجهيزا مسددا من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وإلى فريق العمل معه من العلماء الكبار الأجلاء علماء وزارة الأوقاف الذين واصلوا العمل ليلا مع النهار لإخراج هذا المؤتمر على هذا النحو من النجاح والتوفيق والسداد وقبل أن أنهي هذه الجلسة اسمحوا لي أن أمكن معالي الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق من مداخلة طلبها مني فليتفضل فضيلته مشكورا الميكروفون لو سمحت شكرا لمعالي الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة السابق شكرا للمنصة الكريمة على منحنا هذه الفرصة للحديث عن دور المرأة في بناء الوعي إنه موضوع خطير جدا ويستحق العناية والاهتمام من وزارة الأوقاف شكرا لمعالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤول الإسلامية على دعوتنا الكريمة ونريد أن نقول أن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل بل تجربة تجربة وزارة الأوقاف في الواعزات والأزهر الشريف في الواعزات أعتقد كانت تجربة رائدة استحقت كل تقدير فواعزات وزارة الأوقاف خرجنا من مصر وقمنا بتجربة في خارج مصر حتى في دولة السودان الشقيق ذهبنا إلى البلاد من أجل أن يعطينا الدور كذلك معظم أو بعض الدول العربية استطاعت أن تأخذ هذه التجربة في فترة زمنية لاحقة بعدما سبقت مصر في هذا الدور دور الواعزات من أين نشأت فكرة دور الواعزات؟ طبعا دور واعزات الأوقاف يمكن فكرة كانت موجودة في 42 مرشدة كانت من أيام الأستاذ الدكتور حمدي زقزو 42 مرشدة لكن كان دورهم غير بارز وغير معروف بعد حادث كنيسة القديسين سنة 2016 حدث لغت كثير جدا وخرجت المرأة اللي هي أم الذي فجر نفسه في هذه الكريسة وقالت الحمد لله ابن شهيد فأيقنت في لحظتها أن دور المرأة مغيب في المجتمع فلابد أن يكون لها دور لأن دابت الدعوة إلى الله عز وجل في بلادنا جميعاً وفي بلاد العربية أن تكون دعوة ذكورية الخطباء في المساجد ذكور المصلين في المساجد ذكور المصلين ذكور وإناس الغالبية ذكور ودروس الفقه ودروس العلمية تعطى للذكور وبعض على استحياء للنساء لكن المجتمع المصري اللي فيه أكثر من خمسين في المية النساء لابد أن يواكبوا أيضاً نسبة كبيرة جداً من الواعزات حتى يؤدين هذا الدور البارز ليكون بالفعل نشأت هذه الفكرة وكان على تلتبات ملف للواعزات واخترنا منهم مية أربعة واربعين واعزة كان أبرزهن الدكتورة وفاء والدكتورة مرفت عثمان والدكتورة يمنى وغيرهن والدكتورة جهان يسين وبقية الذين تبنوا هذا الأمر شكراً فضيلة الدكتور الحقيقة فعلاً وزارة الأوقاف كانت سباقة في هذا الدور ونتمنى أن يكتمل الدور على يد مع الأستاذ الدكتور العالم الجليل أسامة السيد الأزهري إن شاء الله أن يكتمل هذا الدور وشكراً لكم شكراً شكراً فضيلة الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني السابق بوزارة الأوقاف وشكراً لكم جميعاً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكراً